قد أنزل رب القرآن نرى للناس وتبيانا نحيا بهداه وشرعته شبا شبانا وفتيانا هو زاد الروح وبهجتها السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخوانا للكرام في كل مكان نحييكم في مطلع هذه الحلقة المتجددة من برنامج الميسر في التلاوة والذي يأتيكم عبر قناة زاد الفضائية والتي نسأل الله تعالى أن يبارك فيها وفي جهود العاملين بها وأن ينفع بها الإسلام والمسلمين اللهم آمين الحمد لله الذي فضل عباده المؤمنين وفضلنا أيضا من عباده المؤمنين حيث قال الله عز وجل إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور سبحانه هذه الآيات من سورة فاطر التي نحمد الله عز وجل أن أنزل علينا هذا القرآن وجعله لنا نورا وضياء في الدنيا والآخرة الحمد لله الذي فضل دوام حفظ للكتاب مجملا ثم الصلاة والسلام دائما على النبي هاديا معلما محمد وآله وصحبه من حافظوا دوما على قرآنه وبعد إن قارئ القرآن يقرى ويرقى درج الجنان في جنة الفردوس مع منصطفي بقوله بفاطر فقد كفي هذه الآية التي تلوناها للتو بقوله بفاطر فقد كفي يكفيه هذا العز عند ربه مشفع وشافع في أهله وكل من أحبه من صحبه فعشرة فازوا رضا بقربه اللهم اجعلنا منهم فاحفظتنا لهذا العطاء كله فرض كفاية بحكم حفظه أي أحكام التجويد وقال أيضا فإن أردت أسوة أن تحفظه أي كتاب الله فاختم بكل جمعة لتحفظه مهما حفظت من كتاب ربنا فتلك نصحنا لمن يتبعنا وفي شأن هذه الرواية التي هي رواية حفص عن عاصم معنعن عن فاضل عن فاضلي متصل بالهاشم المرسلي أزكى الصلاة والسلام الأبدي على النبي المصطفى محمد وأختتم قولي بربي راجيا منه القبول مستجيبا هاديا فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن ومن أهله وخاصته نسأل الله أن يجعله حجة لنا لا علينا وفاصل ونبدأ معكم فقراتنا لهذا اليوم إن شاء الله أنزل رب القرآن نغلل الناس وتبيانا نحيا بهداه وشرعته شبا شبانا وفتيانا هو زاد الروح حياكم الله أيها الإخوة والأخوات من جديد في هذه الحلقة الحادية عشر من سلسلة الميسر في التلاوة ونسأل الله التوفيق والسداد والعون ولا حول ولا قوة إلا بالله هذه الحلقة سنبدأها إن شاء الله في تأسيس أحكام المد بعد أن فرغنا ولله تعالى الحمد والمنى من بيان ميسر بيان ميسر لأحكام النون الساكنة والتنوين وكذلك أحكام الميم الساكنة والتنوين نشرع معكم إن شاء الله تعالى في بيان أحكام المد أحكام المد بالنسبة إلى المد ورد في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حوله من الأصل فورد عن قتاد رضي الله عنه أنه قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أنس كان صلى الله عليه وسلم يمد مدا كان يمد مدا وكذلك روي عن أنس أيضا بلفظ آخر حيث يقول أنس أو يقول الراوي سألت أنسا كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال كان يمد صوته مد صلى الله عليه وسلم وهذا الخبر هذا الأثر أو الخبر عام في كل أنواع المد إذن ورد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام كما تلقاه النبي عليه الصلاة والسلام من جبريل عليه السلام وكما أقرأه للصحابة رضي الله تعالى عنهم فنحن نتلقى سندا حتى يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من شيوخنا الأكارم الأفاضل جزاهم الله عننا خيرا كذلك ورد أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقرئ رجلا وتلاحظون حرص الصحابة على إقراء وقراءة القرآن الكريم فيقول كان يقرئ ابن مسعود رجلا فقرأ الرجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين وقال مرسلة يعني بدون مد لم يمد للفقراء فقال ابن مسعود وهو تلموذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الرجل وهو حريص على تعلم قراءته وتصحيح وتصويب قراءته فقال فكيف أقرأكها يا أبا عبد الرحمن فقال ابن مسعود أقرأنيها هكذا وقرأ إنما الصدقات للفقراء فمدها رضي الله تعالى عنه ابن مسعود إذن أيها الإخوة الكرام هذا التجويد يؤخذ بالتلقي عن المشايخ نعم نعرض قواعدة قعدة لأجل تيسير الفهم ولكن الأصل في هذا ماذا؟ الأصل في هذا هو التلقي عن المشايخ نشرع معكم على بركة الله في بيان أحكام المد وبعدها نستقبل اتصالاتكم على الأرقام التي تظهر تباعاً وكذلك نستمع إلى ما قد أرسله بعض الإخوة عبر الواتس في مقطع هذا اليوم إن شاء الله تعالى ماذا يقصد بالمد؟ إذن الآن نأخذ مفهوماً عاماً عن المد المد أيها الإخوة هو الذي لا تقوم ذات حرف المد إلا به ولا يتوقف على سبب بعده كالهمز والسكون لماذا أسميناه بهذا الاسم المد؟ أو هذه الحروف بحروف المد؟ وذلك لخروجها بامتداد بامتداد ودون كلفة وذلك لاتساع مخرجها على ما سيأتي إن شاء الله حينما نشرع في بيان مخارج الحروف وصفاتها حروف المد كما هي تظهر لديكم الألف الساكنة وبشرط فتح ما قبلها والواو الساكنة بشرط ضم ما قبلها والياء الساكنة بشرط كسر ما قبلها ويمكن أن نجمعها كما جمعها العلماء للتوضيح والتسهيل بقولنا أو بالقوله تعالى نوحيها نوحيها لو أننا لم نمد مدا طبيعيا لكلمة نوحيها لو قلنا نوحيها نوحيها إذن لن تفى المد هنا فلاحظوا كلمة نوحيها قد اجتملت على شروط الواو مضموم ما قبلها والياء مكسور ما قبلها والألف مفتوح ما قبلها وكذلك يمر معنا أيضا حروف اللين وسيأتي بيانه إن شاء الله حينما نتكلم عن النوع الثاني من أنواع المد الفرعي لكن على عجالة نذكر نقول أيضا هناك عندنا ما يسمى بحروف أو حرفي اللين سميناها حروف اللين لخروجها بسهولة ولين وحرفاه هما لاحظوا الواو مفتوح ما قبلها وليس مضموم فمثلا كلمة خوف خوف الواو مفتوح ما قبلها الياء الساكنة مفتوح ما قبلها في كلمة بيت بيت وسيأتي بيانها بالتفصيل إن شاء الله تعالى حينما نبين النوع الثاني من أنواع المد تعالوا الآن نستعرض بشكل عام ثم نأخذ مقرر التلاوة لهذا اليوم ونبدأ الاستماع لتلاوات الإخوة بشكل عام أيها الإخوة الكرام أينما كنتم نستطيع أن نقول أن أقسام المد أن أقسام المد تنقسم إلى قسمين رئيسين المد الطبيعي ويسمى الأصلي والنوع الثاني المد الفرعي المد الفرعي سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى ملحقات المد الطبيعي أو الأصلي له ملحقات مد العوض مد العوض مد البدل مد الصلة الصغرى ومد التمكين ومد ألفات حي طهر ألفات حي طهر لماذا أسميناه بالمد الطبيعي أو الأصلي؟ لماذا يسمى هذا المد؟ وهو أساس وتأسيس لأنواع المد الأخرى يقال لأن صاحب الطبيعة السليمة لا يزيده ولا ينقصه عن مقداره ويسمى أحيانا بالمد الأصلي لماذا؟ لأنه أصل لجميع المدود التي ستأتي تبعا فهو أساس المدود ولا يتوقف هذا المد الأصلي لا يتوقف على سبب وكذلك لثبوته على حالة واحدة وهي يقال القصر أو أنه نقول نمده حركتان فقط ولأن ذات الحرف لا تقوم إلا به كما أوردنا في المثال السابق نوحيها يمد حركتين فلو ما مدينا نوحيها لا أصبحت ذات الكلمة ماذا؟ قد ذهبت ذات الكلمة ما هي أو ما هو تقدير زمن الحركة؟ الحقيقة أيها الإخوة الكرام تقدير زمن الحركة الخلاصة التي تعلمناها من مشايخنا رحمهم الله وحفظ الله من كان منهم حيا الحقيقة لم ترد لم تثبت في السنة النبوية شيء قطعي في ذلك إلا طريق التلقي يمكن أن نقول مثلا بقدر قبض الأصبع أو بسطه بحالة متوسطة ليست بسرعة ولا بتأنن أو نقول بحرف زمنها كأن ننطق بحرف متحرك مثل قا أو قو أو قي وننطق بحرفين متحركين قا قا وبذلك يكون زمن نطق حرف المد حركتين كأنك تقول قا قا زمن حركتين وهذا يختلف باختلاف مراتب القراءة على كل حال أيها الإخوة الكرام الحقيقة هذا يقال فقط للتقريب لمن يقرأ قراءة بشكل يعني إنسان جديد على القراءة والحقيقة الصحيح والصواب والله تعالى أعلم أن هذا يأتي ماذا؟ يأتي بالدربة على المشايخ الكرام نكمل إن شاء الله بعد أن نبدأ بمقرر هذا اليوم من التلاوة وسنقرأ إن شاء الله بعد هذا الفاصل بإذن الله ونبين بعض الأحكام الأساسية أو بعض الأخطاء ونستمع إلى بعض تلاوات الإخوة مع هذا الفاصل ونواصل معكم إن شاء الله يحرص كثير من الآباء والأمهات على تعليم أبنائهم شتى العلوم ويبذلون في ذلك الغالي والنفيس من أوقاتهم وأموالهم وهذا مما يؤجرون عليه من الله تعالى ولكن هل يعتنوا مع ذلك بتعليمهم أدب العلم وسمته؟ فهو الذي يهذب أخلاقهم ويحسن طباعهم فحاجة الأطفال إلى الأدب وحسن الخلق أشد من حاجتهم إلى كثير من العلم لهذا كان السلف يحرصون على تعليم أبنائهم الأدب قبل العلم قال سفيان الثوري كانوا لا يخرجون أبنائهم لطلب العلم حتى يتأدبوا وقال عبد الله بن المبارك طلبت الأدب ثلاثين سنة وطلبت العلم عشرين سنة وهذا ما جعل الآباء والأمهات قديمة يدفعون بأولادهم إلى المؤدبين والعلماء حتى يقتبسوا من أخلاقهم وآدابهم قبل علومهم قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى كانت أمي تعممني وتقول لي اذهب إلى ربيع فتعلم من أدبه قبل علمه وذلك أن العلم لا ينتفع به إلا بطهارة القلب عن مساوئ الأخلاق ولعل هذا الأمر هو ما دفع العلماء إلى اشتراط أن يتتلمذ طالب العلم للعلماء لا للكتب فحسب وذلك حتى يتأكد من تخلوقه بأخلاق العلماء وتحليه بأدبهم ويظهر عليه سمت العلم وأدبه ونوره قال عبد الله بن وهب ما تعلمناه من أدب مالك أكثر مما تعلمناه من علمه ومما يدلك على منزلة الأدب والأخلاق أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بين العلم والأخلاق والأدب ولما أثنى عليه ربه سبحانه وتعالى أثنى عليه بالأخلاق والأدب فقال وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ قَدْ أَنْزَلَ رَبِّ الْقُرْآنَ نُرَلِّ الْنَّاسِ بسم الله الرحمن الرحيم حياكم الله مع مقرر التلاوة لهذا اليوم وهو من سورة المطففين من الآية 1 إلى الآية 15 والآيات المقررة إن شاء الله لمن أراد أن يسجلها بالواطس ستكون إن شاء الله من الآية 16 إلى الآية 28 إلى الآية 28 نستعين بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم نسأل الله العفو والعافية اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم أجرنا من النار أيها الإخوة الكرام هذه الآيات المقررة لنا في هذا اليوم والآن نبدأ على بركة الله نستمع لاتصالاتكم وكذلك لما أرسلتموه لنا من مقاطع طفلة ياسمين من فرنسا تفضلي ياسمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطفشين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخصرون ألا يظن أولئك أنهم مدعوسون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفيس الجين وما أدراك ماس الدين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين ما شاء الله تلاوة طيبة حسبك حسبك يا اسمين ما شاء الله قراءة طيبة ومجودة شكرا نفع الله بك الله يرضى لك بارك الله فيكم الآن نستمع إلى تلاوة الأخ محمد عبر الواتس من سوريا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين ما شاء الله جزاك الله خير حسبك يا أخي محمد لكن أنبه من باب الفائدة إشباع الكسرة في كلمة الناس قد تتولد عنها فالناس على طول يوم يقوم الناس أو على الناس إذا اكتالوا على الناس فلا تشبع الكسرة حتى لا تتولد منها فجزاك الله خير تلاوة طيبة نستمع إلى تلاوة الأخ من ليبيا الأخ مصطفى السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله حياك الله أخي مصطفى نقرأ قالون تفضل يا ريت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كانوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجاد لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الجين وما يكذب به إلا كل معتب أكيم إذا تتنا عليه آياتنا قال أشاطير الأولين كلا برون على قلوبهم ما كانوا يكذبون ما شاء الله حسبك يا مصطفى لقد أجدت برواية قالون تلقيت عن مشايخ يا مصطفى تدرس عن مشايخ نعم ما شاء الله أنعم الله عليك وعلى والديك وقد أحسنت في التلاوة ما شاء الله رعيت ضوابط القراءة جزاك الله خير الآن نستقبل أيضا الأخ حمزة من المغرب طيب كان معنا الأخ حمزة من المغرب تلاوة وأداء طيب أسأل الله له التوفيق لعله إن شاء الله يعني يعاود الاتصال بنا ننبه أيها الإخوة أنه بالنسبة لقوله تعالى كلا بل رانا في رواية حفص من وجه الشاطبية تقرأ بالسكت هكذا كلا بل رانا سكت من غير تنفس ومن وجه الطيبة من وجه الطيبة القصر تقرأ بالإضغام كلا بل رانا وكذلك على رواية ورشن وعلى رواية قالون كما قرأ الإبن للتو تقرأ أيضا بإضغام اللام بل راء كلا بل رانا كلا بل رانا وفقكم الله جميعا نستمع الآن إلى تلاوة الأخ إبراهيم من مصر عبر الواتس بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون يوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سدين وما أدراك ما سدين نعم هذه تلاوة الأخ إبراهيم كان من مصر تلاوته طيبة جيدة ونسأل الله أن ينفع به نستمع الآن لكن ننبه في قراءة الأخ الذي قرأ من سوريا محمد كانت القلقلة قريبة إلى الضم مبعوثون فإذا أعادها لعله يستمع إلى التلاوة مرة فنقرأها الأقرب والله أعلم الأرجح إلى الفتح مبعوثون وهذا الآن نستمع إلى تلاوة الأخ جهاد من مصر أعوذ بالله من السيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين حسنتي ما شاء الله يا جهاد جهاد شاركت معنا هذه للمرة الثالثة ونرحب بها مرارا وتكرارا لكني أنبه تلاوة طيبة ونسأل الله أن يوفقها وتكمل مسيرتها نسأل الله يوفقها بالنسبة للمد أيها الإخوة الكرام في حال الوصل وسيأتي هذا بيانهم في هذه الحلقات إن شاء الله قولي تعالى على الناس على الناس هنا على مد طبيعي لكن في حال الوصل ينتفي المد فنقول على الناس فلا نقول على الناس كذلك في الهمزة ألا 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 همزة همزة قطعا فرق ما بين أتى وآتى أتى وآتى وسيأتي بيانها إن شاء الله تعالى وفقك الله الآن نستمع إلى تلاوة الأخ محمد من الجزائر أخي محمد سلام عليكم أخي محمد استمع لنا من الهاتف عليكم السلام أخي الكريم استمع لنا من الهاتف مباشرة سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله ممكن أغلق تفضل بس أغلق أخفض التلفزيون إذا تكرمت فضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وين للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون تقرأ لورش أه؟ محمد تقرأ لورش ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين أكمل أكمل طيب تكمل زاك الله خير أخي محمد من الجزائر قرأ لنا على رواية ورش لكني قراءة طيبة بارك الله فيه لكن أنبه على أن القراء كلهم مجمعون على تحقيق مخرج الواو يستوفون خطأ مبعوثون خطأ فالأصل إخراج الواو من مخرجها الصحيح مبعوثون يستوفون هكذا والله تعالى أعلم وفقك الله يا أخي الكريم نستمع إلى قراءة الأخ حمزة مرة أخرى من المغرب عاد إلينا فضل الإبن حمزة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى المطففين الذين إذا اكتادوا على الناس يستغفون وإذا كانوهم أرزنهم يخسرون يخسرون رقق الراء حمزة حمزة رقق الراء رقق الراء أنت تقرأ لورش تقرأ لورش أليس كذلك يخسرون طيب ألا يظن أولا طيب حمزة إن شاء الله نعاود الاتصال بك جزاك الله خير ليبدو أن الاتصال غير واضح لديك فنشكرك على هذه المشاركة الطيبة وأسأل الله أن يكتب أجرك في ميزان أعمالك وأعمال والديك غن النون في كلمة الناس الناس النون المشددة والمين مشددة هذه عند أهل التجويد أكمل الغنة أعلى مراتب الغنة هي النون المشددة والميم المشددة على الناس وهكذا طيب نستمع الآن إلى تلاوة الأخ أسامة من السعودية عبر الواتس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وين للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين نعم ما شاء الله جزاك الله خير أخي أسامة جزاك الله خير على هذه بس لكن نحذر أو ننبه على تفخيم الألف أولئك وفي العالمين أولا لا أولا والعالمين لا نفخم الألف نأخذ اتصال أخي محمد من المغرب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أخي محمد نعم اقرأ علينا إذا تتلى عليه نعم إذا تتلى عليه إذا كرم تفضل أعوذ نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا تتلى عليه الآية نعم ثلاثة عشر ثلاثة عشر إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين السين بالسين ورش لا يقرأ بالصاد هنا أساء أساطير نعم تفضل إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين طيب آياتنا ست حركات عند ورش إذا تكرمت تقرأ لورش ولا اللي قالون لورش يلا إذن مد آياتنا طيب لعله انقطع الاتصال على ورش يا أخواني يمد المد البدل مقدار ست حركات ست حركات نعم الآن نأخذ بارك الله فيك على هذه التلاوة أخي محمد جزاك الله خير لكني سمعت في المرة الأولى قرأ تتلى تتلى فننبه عموما لا نقلق الهمس لا نقلق الهمس إذا تتلى تتلى ولا نقول تتلى الأخ علي من مصر عبر الواتس نستمع إلى تلاوته فضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم غيل للمطففين الله الرحمن الرحيم الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وذنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين أزاك الله خير على هذه التلاوة أخي محمد لكن الطاء لا ترقق الطاء حتى لا تنقلب إلى تاء أعوذ بالله من الشيطاء وليش الشيطاء فإذا رققت الطاء وهي فيها تفخيم وإطباق فتنقلب إلى تاء كذلك أنهم أنهم مبعوثون إضغام مثلين صغير مقدار حركتين بارك الله فيك على هذه التلاوة الطيبة الأخ عبد الرحمن من اليمن نستمع إليه أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون جزاك الله خير على هذه التلاوة أخي عبد الرحمن نفع الله بك أو نفعك الله بهذه التلاوة حقيقة تلاوة وأداء طيب نسأل الله أن يكثر من أمثالك بارك اللهم فيك نستمع الآن إلى تلاوة الأخ عبد الكافي من المغرب السلام عليكم يا شيخ وعليكم السلام ورحمة الله يا أخي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخفرون فلا يظن أولئك أنهم مغلوتون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفيس الجين نعم لزاك الله خير أخي عبد الكافي على تلاوتك هذه لزاك الله خير تلقيت ورش عن شيخك نعم ما شاء الله طيب ما عملت تقليل في كلمة الفجار كيف تقرأ كلمة الفجار الفجار أحسنت ما شاء الله طيب ليوم عظيم يوم أعد يوم عظيم يوم أدغمها حركتين بارك الله فيك يلا ليوم 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 عظيم كمل ليوم عظيم يوم بارك الله فيك جزاك الله خير على هذه التلاوة نفع الله بك وجعلك قرة عيني لوالديك ونرحب بك مرارا وتكرارا نستمع للأخ عبد السميع من مصر عبر الواتس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين ما شاء الله بزاك الله خير أخي عبد السميع على هذه التلاوة والأداء الطيب نفع الله بك بارك الله فيك نأخذ أيضا نستمع للأخ عبد الكريم من تونس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين جزاك الله خير أحسنت أخي عبد الكريم لكن أخي عبد الكريم مراعاة النون المشددة في قوله تعالى الناس وقوله يظن يظن وكذلك أنهم مبعوثون فنراعي هذا ونغنها مقدار حركتين نذكر الإخوة الكرام أنه يمكن المشاركة عبر الواتس بمقطع التلاوة القادمة سورة المطففين من الآية السادسة عشر إلى الآية السابعة والعشرين إلى الآية السابعة والعشرين إن شاء الله تعالى والحقيقة نحاول قدر جهدنا أن نستمع لأكبر عدد ممكن من التلاوات ويعذرنا الإخوة الذين لم نستطع إذاعة قراءتهم ومقطعهم الذي أرسلوه فنعذرنا بارك الله فيكم الأخ عالي من مصر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين اللذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين ساك الله خير أخي عالي على هذه التلاوة نبهنا على القلق لا إلى الضم الحقيقة يمكن أن نقول للكسر لكن للضم والله أعلم لم ترد مبو مبو لا ممكن للكسر مبه لكن الوجه الأرجح والله أعلم أو الأشهر على أنه للفتح والله تعالى أعلم يمكن بعض الإخوة أن نسجل يعني لا يشترط أن تسجل من بداية المقطع ممكن حتى من باب التنويع تسجل الجزء الثاني من المقطع وهكذا حتى نستطيع الاستماع الأخسام من السعودية نستمع إليها أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين إذا كالأخير أخي سامي بارك الله فيك على هذا المقطع لكن نذكر بما نبهنا عليه ونبه عليه العلماء من قبل وهو أداء طيب مشكور تقليد القراء فيه يعني شيء طيب ولكن يفضل أن يكون لك طبعا وسجية خاصة بك فترعيد الصوت في المد هذا قد يكون مذموما في علم التجويد بسم الله الرحمن الرحيم وهكذا أو أولئك قد يتولد عنها ماذا؟ عدة همزات وهذا قد ينقلب إلى لحن جلي كذلك أولئك لا نفخم الهمزة الألف أولى 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 وهكذا لكن تلاوتك وأداءك طيب وفقك الله تعالى نستمع أيضا للأخ محمد من السعودي عبر الواتس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتانوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين أحسنت أخي محمد بارك الله فيك يعني الأداء طيب والخامة طيبة جيدة لكن إن أحببت النصيحة فنقول ويل للمطففين سبق أن ذكرناها إضغام بغير غنة إضغام بغير غنة ويل ليل ويل ليل ولا نقول ويل ليل وهذه كذلك لأن هذا يسمى غنة ما لا يغن غنة ما لا يغن فعندنا قسمين حروف غنة عفوا حروف مشددة بغنة النون والميم وبقية الحروف إذا جاءت مشددة فإننا لا نغنها إن شاء الله بارك الله فيك على هذه التلاوة وجزاك الله خير نستمع الآن لتلاوة الأخ عصام من السعودية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اقتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين حسنت يا أخي بارك الله فيك أخي عصام يعني السرعة كأنك تقرأ لحدر الآن وتسمع القرآن فلا أننا نقرأ بمقام التحقيق حتى تتضح الحروف فبالنسبة لكلمة العالمين اختطفت أو اختلست المد الطبيعي بارك الله فيك العالمين ما الطبيعي؟ العالمين على طبيعتك ويل للمطففين توضحها أيضا وكذلك أنهم مبعوثون نبهنا عليها للتو نبهنا عليها إضغام بغنى حركتين الأخ الفاضل الششتاوي من مصر عبر الواتس أو محمد نعم من معنا؟ الششتاوي تفضل نعم إذن نذكر الإخوة الكرام بأن الحلقة القادمة إن شاء الله التسجيل إذا تكرمتم سيكون الآن من الآية السادسة عشر إلى الآية السابعة والعشرين إلى قوله تعالى ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ونسأل الله أن يختم لنا ولكم بالمسك وإن نكون من أصحاب الجنة في مقعد صدق عند مليك مقتدر الأخ محمد من سعودية تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون اليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما شجين حسنت بارك الله فيك أخي محمد لرب العالمين لرب العالمين لاحظتم أيها الإخوة الكرام أن مشاركات الإخوة طيبة ونريد هذا أن يقرأ الواحد على الشيخ ويتصل ويختبر قراءته ويصوب قراءته وفي ذلك له أجر وكذلك في التصويب أيضا له أجر إن شاء الله تبارك وتعالى فتلاحظون تقريبا تكرار نفس الملاحظات في الغنن وفي المدود وفي التفخيم والترقيق وهذه لا تأتي ولا تتأتى إلا بالتلقي عن شيخ متقن نسأل الله عز وجل أن يكتب لنا ولكم الأجر والسداد والتوفيق إلى لقاء آخر نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قد أنزل رب القرآن يغلل الناس وتبيانا نحيا بهدى وشرعته شبا شبانا وفتيانا هو زاد الروح وبهجتها ورفيق الدر بمدى الزمن يا حامل آي النور فتاة أشراك عقية ذي المنهي ترجمة نانسي قنقر